بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أبناء التلاميذ بنات التلميذات إلى درس جديد من دروس مادة اللغة العربية درسنا اليوم أعزائي من مكون علوم اللغة وسنخصه إن شاء الله ببعض التطبيقات في درس الجناس ودرس السجع والاقتباس ثم الطباق والمقابلة لكن قبل ذلك أبناء التلاميذ بنات التلميذات دعونا نتذكر بعض المعطيات المتعلقة بأقسام البلاغة العربية ترون هنا بأن أقسامها ثلاثة أولها علم المعاني ثانيها علم البيان وثالثها علم البديل علم المعاني يعنى بدراسة الأساليب اللغوية مثل الخبر والإنشاء وستدرسون إن شاء الله السنة القادمة مجموعة من الأساليب التي ترتبط بمبحث الإنشاء كما درستم هذه السنة بعض مباحث الخبر الموجودة هنا علم البيان يعنى بالصور الفنية من تشبيه واستعارة وحقيقة ومجاز أما علم البديع فيعنى بالجناس والسجع والاقتباس والطباق والمقابلة وكلها محسنات بديعية وهي التي سنقف عندها في حصتنا هذه فلنمر الآن أعزائي إلى أول درس من دروس علم البديع هذه السنة والحديث هنا عن درس الجناس فلنتأمل السؤال الآتي بين الجناس ونوعه في المثالين الآتيين قال البارودي تحملت خوف المني كل رزية وحمل رزايا الدهر أحلى من المني وقال أبو تمام بيد الصفائح لا سود الصحائف في مثونهن جلاء الشك والرياب فلنتأمل الآن أعزائي البيت الأول يتضمن هذا المثال كلمتين متجانساتين والجناس كما تعلمون هو تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى الكلمة الثاني المتجانستان هنا هما المن والمن متشابهتان لفظا ومختلفتان معنا وهو جناس تام كما تعلمون لحصول التناسب في النوع والعدد والترتيب والحركات المثال الثاني يتضمن أيضا كلمتين متجانساتين هما الصفائح والصحائف لاحظوا أن هناك اختلافا في ترتيب الحروف وهذا يعني أن الجناس هنا جناس ناقص للعلة التي ذكرتها الآن وهي الاختلاف أو الاختلاف في ترتيب الحروف الحروف فلنمر الآن إلى درسي السجعي السؤال يقول وضح السجع وبين جماله في المثال الآتي قال بديع الزمان الهمذاني يوصي بن أخته أنت ولدي ما دمت والعلم شانك والمدرسة مكانك والضفتر أليفك والمحبرة حليفك طبعا السجعي هو تناسب آخر الجمل في الحرف الأخير أو الحرفين الأخيرين وقد تحقق هنا كما ترون في الحروف الأخيرة في هذه الجمل بين قول بديع الزمان شانك مكانك أليفك حليفك فهذه كلها متجانسة في الحرف الأخير أما أين يكمن جمال السجعي فتعلمون أعزائي أن السجع يساهم في خلق موسيقى باخلية تشد القارئة وتحفزه وتمتعه والنقف الآن أعزائي عند درس الاقتباس يقول السؤال بين الاقتباس الوارد في البيتين الآثيين قال أحد الشعراء تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقال أبو جعفر الأندلسي وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن تأملوا المثال الأول موضع الاقتباس فيه قول شاعرنا تبارك من توفاكم بليل وإذا تأمنا هذا المثال جيدا فسنجد أنه مقتبس من قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل من سورة الأنعام وإذا تأمنا المثال الثاني فموضع الاقتباس هنا أعزائي كامن في قوله خالق الناس بخلق حسن ومقتبس من قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخيرا أعزائي فلنقف عند درسي الطباق والمقابلة يقول السؤال بين مواضع الطباق في المثال الآتي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أين الطباق هنا تعلمون أعزائي أن الطباق هو الجمع بين كلمتين بين الشيء ونفيه أو بين الشيء وضده طبعا تضمن هذا المثال ضدين اثنين أو طباقين اثنين أولهما قدمت أخرت أسررت ضدها هنا أعلنت إذا تأملنا المثال الأول فسنجد أن قوله قدمت كلمة مثبتة موجبة لخلوها من أدوة النفي وما قيل هنا يقال أيضا عن كلمة أخرت وعن كلمة أسررت وعن كلمة أعلنت إذن فشكل الطرفين هنا أو شكل أطراف الطباق هنا مثبت مع مثبت ومثبت مع مثبت أو قل موجب مع موجب وموجب مع موجب والجمع بين الموجبين يعني أن الطباق في المثال هنا طباق إيجاب كما فرون أما طباق السلب فقد درستم أنه الجمع بين الشيء ونفيه أو بين الكلمة ونفيها كقول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقوله يعلمون لا يعلمون طباق سلب تأمل الآن أعزائي قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وضحوا المقابلة الواردة في هذا المثال تأملوا جيدا لا شك أن جميعكم سيصلوا إلى المعطى الآتي سيجد أن قوله يحل وضد يحرم لهم ضد عليهم الطيبات ضد الخبائث اجتمع هنا أكثر من طباقين أو أكثر من طباق وهذا يعني على الأقل وهذا يعني أننا هنا أمام مقابلة بهذا أعزائي ننهي درسنا اليوم على أمل أن ألقاكم في درس لاحق دمتم بخير وشكرا لكم